تعرف محمد أحياناً في ناس يكون مثلاً درسوا شيء بعدين يرجعوا يكتشفوا بعد فترة طويلة أنه عندهم شغف في شيء تاني تماماً بينسوا اللي يدرسوا بس في أحياناً الناس بتخاف تتبع حلمها وفي ناس لأ بتتبع حلمها فعلاً فعندنا اليوم قصة أول قصة حتكون عن شخص تبع حلمه ومشي ورا حلمه وتخصص في الطبخ تعرف تطبخ يا محمد؟ ولا بعرف ألي بيض حتى يا سارة خليناها الصبح ساكتين يعني الحال من بعضه على فكرة عادة يعني فعلى العموم تخصص في العلاقات الدولية وحصل على شهادة الماجستير فيها إلا أن شغفه بصناعة وتزين قوالب الحلوة كان أقوى من أي تخصص فحول موهبته إلى مهنة وافتتح معملاً لصناعة الكيك في منزله يصمم من خلاله تحفاً فنية فريدة من نوعها طلال الحمضان شغوف بتصميم الرويال كيك وهو أول كويتي يصمم هذا النوع من الكيك بكل ما يحمله هذا الفن من موهبة وتفاصيل وطبعاً يحلم بتحقيق طموحاته في تطوير ونشر هذا الفن خليجياً المزيد في تقرير الزميلة إسراء جوهر من الكويت ليلة العمر المثالية حلم كل فتاة بفستانها الأبيض الأنيق تدخل قاعة الاحتفالات المهيبة ولا تكتمل الصورة الجميلة بالطبع إلا بالكعكة الفخمة طلال الحمضان أخذ على عاتقه تلك المهمة بصنعه كعكة هي أقرب إلى تحفة فنية وهو أول شاب في الخليج تخصص في هذا الفن وشارك في دورات على يد المشاهير في هذا الميدان ونهل شهادات عالمية بديت أخذ كلاسات بعدين لا أبي يتعلم الورود أبي يتعلم مثلا الأشياء التكنيك الأخرى مثلا اللي يسمونها الكشكش شون تسوين الدربيهات شون تسوين الأشكال مع الكيكة عندي أربع شهادات في تزين الكيك طبعا طلال الحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية ذهب إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته لدراسة الدكتورة لكنه سرعان ما شغف بفن صناعة الكيك 2007 كنا عايشين في كاليفورنيا أنا وزوجتي وكنت أسوي كيك مناسبات وشدي وهذا والناس تلقي استحسان الناس حوالينا والعرب وحتى طلبة مع زوجتي ودكتورها لطلال طقوسه في تصميم قوالبه لسيما تلك الخاصة بالأعرس فمن خلال معمله في البيت يستقبل العروس ويجري معها سلسلة لقاءات ومشاورات للوصول إلى الشكل والطعم الذي تريده العروس لتخرج كعكة العرس عندها قطعة فنية يراها الحمضان نجمة الحفل أقل شيء زيارتين وإذا عندها شيء مثلا عندها مجوهرات معينة عندها مثلا دامتين من نفس الخام بطاقة الدعوة مثل العرس تحط نفس الشكل ثيم نفسه يكون الكيكة فلازم تبليها بهذه الزيارة على أساس أن نفكر شون نحط لها في الكيكة يحلم طلال بافتتاح أتليه خاص لعرض الرويال كيك إضافة إلى تأسيس مدرسة لتعليم هذا الفن ونشره خليجيا خاصة وأنه يرى فيه متنفسا للإنطلاق والإبداع إسراء جهر العربية الكويت